اشتركوا في القناة المقدس استوقفت هذه المرأة المنحرة وقالت له يا فلان انا ظاهري وباطني شي واحد انا معروف عند الجميع بالفجور والانحرار والابتعاد عن الله فظاهري وباطني شي واحد ولكن انت الرجل المقدس المتدين باطنك مثل هذا الظاهر حقيقة هالشكل هذه الكلمة استوقفت هذا الرجل فاخذ يفكر وعاد الى بيته وبقي في بيته الى ان مات حقيقة احنا ظاهرنا مثل بواطننا حياتنا الاجتماعية مثل حياتنا العائلية الجذ رحمة الله عليه كان يوصي الوالد حفظه الله وكان يقول له كن بشكل عندما تأتي يوم القيامة يرى الناس ويرى الخلائق ويرى الملائكة ان باطنك كان افضل من ظاهرك ايهواي مرتبة رسيط احيانا واحد ظاهر وباطن شي واحد حياته الاجتماعية وحياته العائلية شي واحد ولكن واحد يأتي يوم القيامة ظاهره جيد ولكن باطنه عندما ينكشف عند الله سبحانه وتعالى يرى ان باطنه كان افضل من ظاهره النور الذي في قلبه ما كان يعرفه الناس بهذا الحد كانوا يعرفونه بالايمان والتقوى ولكن مو في هذا الحد يتبين يوم القيامة امام الملأ انه كان وليا من اولياء الله بهذه الدرجة ولكن لم يكن معروفا بهذه الدرجة قال له كن بشكل عندما تعطي يوم القيامة يتبين ان باطنك كان افضل من ظاهره اذا واحد عنده تقوى في الحياة الاجتماعية لكن ما عنده تقوى في الحياة العائلة يتعدى على زوجته يشتم زوجته بدون حق يضرب زوجته بدون حق يسيء اخلاقه مع زوجته بدون حق محرم هذا من الناحية الشرعية عاشروهن بالمعروف والمرأة ايضا كذلك المرأة ايضا قد تسيء معاملة زوجها ايضا لها تقوى في الحياة الاجتماعية لكن ما عنده تقوى في الحياة العائلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة